مشاهدين كيف كانت سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه إيران يرى مسؤولون أمريكيون كبار أن سياسة ترامب تجاه إيران قامت نظريا على إجبار إيران من خلال العقوبات الخانقة على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الحصول على اتفاق أفضل يأخذ في الاعتبار ليس فقط طموحات إيران النووية هذه الطموحات وإنما أيضا البرنامج الصاروخي وكذلك يأخذ سلوكها الأقليمي البداية كانت بمحادثات مترددة بشأن الاتفاق النووي الموقع في عهد باراك أوباما إلى أن أعلن ترامب الانسحاب منه عام 2018 وفي يونيو 2019 وافق ترامب على توجيه ضربات جوية لأهداف إيرانية لكنه ألغاها في اللحظة الأخيرة وفي مطلع 2020 كانت الضربة الموجعة اغتيال قاسم سليماني فور خروجه من مطار بغداد تتحدث تقارير صحفية عن أن ترامب أخبر أصدقائه في ديسمبر 2020 أنه يخشى اغتياله من قبل إيران انتقاما لمقتل قاسم سليماني رغم أنه كان يتباهى في حملته الانتخابية السابقة بأنه أخذ قرار الغارة التي استهدفت سليماني بل أن ترامب أخبر العديد من أصدقائه بعد انتهاء ولايته أنه اضطر للعودة إلى واشنطن خشية اغتياله من قبل الإيرانيين حيث يرى أنه سيكون أكثر أمانا هناك وهنا نشير إلى تغريدة مرشد إيران علي خامنئي يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك هذا الانتقام سيحدث بالتأكيد في الوقت المناسب لكن السؤال لماذا اتخذ الرئيس ترامب قرارا باغتيال قائد فيلقي القدس قاسم سليماني الإجابة يشرحها بجي كراولي مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى يقول كراولي لماذا؟ لأننا تعرضنا لهجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران فوجئت إدارة ترامب بحجم الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد واعتبرته تصعيدا خطيرا يقف خلفه قاسم سليماني وعندما سنحت الفرصة لضرب الهدف أذن الرئيس الأمريكي بتنفيذ الضربة ما هي استراتيجية ترامب؟ يقول كراولي دونالد ترامب ليس صاحب استراتيجية عظيمة وهو يؤمن بسياسة اللحظة ويتصرف بشكل غريزي والكلام لا يزال لكراولي كنت سأتفاجأ لو أنه فكر في الآثار اللاحقة وما الذي سيترتب على هذا القرار؟ لقد أتيحت له الفرصة ليتخلص من الرجل السيء الأمر الذي لم يفعله باراك أوباما الطريف أن بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية وقتها انتقد قتل سليماني واعتبر أن ترامب رمى أصبع ديناميت في برميل باروت وأنه مدين للشعب الأمريكي بتوضيح استراتيجيته وخطته لإبقاء الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج بأمان مضيفا أن واشنطن قد تكون على شفى صراع كبير عبر الشرق الأوسط إذن مشاهدين طهران لم تخفي أبدا رغبتها في الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أمريكية قرب بغداد في عهد ترامب وبسبب المخاوف الأمريكية من انتقام إيران كثفت الحكومة من مطاردة عملاء لإيران خططوا لاغتيال مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين منهم ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو كان منهم ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتن ومبعوث ترامب الخاص إلى إيران بيران هوك هذا الاعتقاد دفع بالمكتب الفيدرالي في ميامي بولاية فلوريدا ليصدار تعميم للحصول على معلومات عن عميل للمخابرات الإيرانية هذا العميل اسمه ماجد دستجاني فرحاني المعلومات التي حصلت عليها الـ FBI تظهر أن فرحاني يجند أفرادا لتنفيذ عمليات في الولايات المتحدة كاستهداف وتصفية عدد من المسؤولين الحاليين وكذلك السابقين تشير المذكرة كذلك التي صدرت الأسبوع الماضي عن مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن فرحاني يتحدث الإسبانية والإنجليزية والفرنسية إضافة إلى اللغة الفارسية كما أنه ينتقل بشكل متكرر بين إيران وفينزويلا في عام 2022 اتهمت وزارة العدل الأمريكية عضاء في الحرس الثوري بالتآمر لقتل مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتن وفي يناير الماضي اتهمت وزارة العدل عميلا إيرانيا بالعمل مع عضاء في عصابة ملائكة الجحيم التي تنشط في عدة دول لقتل المنشقين الإيرانيين الذين يعيشون في ولايات المتحدة الأمريكية كما وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى ثلاثة مواطنين منهم أذربيجانيين بدعوة محاولتهم قتل الناشطة الإيرانية الأمريكية في مجال حقوق المرأة مسيح علي نجات في نيويورك ويرى محللون أن قتل أحد المسؤولين الأمريكيين أو أحد الإيرانيين المنشقين على الأرض الأمريكية سيعيد تجاوزا للخط الأحمر وسيعد ذلك تجاوزا للخط الأحمر وسيؤدي إلى تنفيذ ضربات أمريكية مباشرة ضد إيران وهذا يقودنا إلى أن طهران لن تقوم هي بنفسها بتنفيذ الانتقام بل ستعتمد على وكلائها لتنفيذ مخططاتها ضد الولايات المتحدة لكي تبعد عن نفسها الشبهات والاتهامات ترجمة نانسي قنقر